إذ لم يفلح مجلس النواب اللبناني للمرة الثالثة في تأدية المهمة المطلوبة منه وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية على اعتاب بداية الأيام العشرة الأخيرة لولاية الرئيس الحالي ميشيل عون وعلى غرار الجلسة الأولى شكلت الورقة البيضاء أغلبية الأصوات في الدورة الأولى للاقتراع قبل أن يفقد المجلس نصاب الثلاثين ويحدد رئيسه نبيه بري جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل وعلى وقع التشرذم الذي يسود نواب التغيير والمعارضة انقسمت الأصوات في الدورة الأولى فتقدمت الورقة البيضاء بخمسة وخمسين ورقة وحاز ميشيل معوض على اثنين وأربعين صوتا فيما توزعت الأصوات الاثنان والعشرون الباقية على أسماء مختلفة منها لبنان الجديد وديكتاتور عادل وفي حال أخفق البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد مع انتهاء ولاية عون في الحادي والثلاثين من تشرين الأول سيدخل لبنان في فراغ سياسي يأتي في ذروة استحقاقات اقتصادية وسياسية واجتماعية تضاف إلى الصحية مع ارتفاع الإصابات بالكاليرا